موسيقى مشاهدين الكرام أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج كوشك الصحافة ونبدأ من تحقيق خاص أجراه موقع يمن مونيتور وعنوان له في صفحته الرئيسية ثراء فاحش من أموال اليمن المنهوبة أملاك صالح ونجله الأكبر في الخارج وقال الموقع أن الرئيس اليمني السابق صالح حكم البلاد 33 عاما مستندا على دعم القبيلة القوية وشبكة واسعة من المنتفعين منهم من قام ببنائهم من الصفر الملف الذي يمكن حصر جزء منه واكتشاف ثروة الرجل التي جمعها من أموال اليمنيين طوال حكمه هي وفق الموقع الأموال والأصول الموجودة خارج البلاد والتي تحمل اسمه أو أحدا من عائلته والتي تعتقد لجنة الخبراء في الأمم المتحدة أنها تفوق 65 مليار دولار أمريكي يتابع الموقع صالح وأقاربه سيطروا على الوظائف العليا في الجيش اليمني إضافة إلى الخطوط الجوية اليمنية والمؤسسة الاقتصادية حتى أسقطت ثورة الشباب الشعبية في 2011 نظامه موقع مسند عنوان في صفحته الرئيسة الحثيون في صدارة منتهيكي حرية الصحافة في اليمن وقال الموقع عاما بعد عام تتصاعد حالات الاعتداء على الصحفيين فيك وفي كل مرة يتم وصف العام السابق بالأكثر قتامة على حرية الصحفيين والصحافة وقال الموقع إن ذلك يتم تحت سلطة الأمر الواقع في صنعاء التي تحتكر النصيب الأكبر من الانتهاكات ضد الصحفيين والمؤسسات الإعلامية ويستند الموقع إلى تقرير حقوقي صدر قبل أيام أكد أنه تم رصد 275 حالة انتهاك لإعلاميين ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي شملت حالات قتل وإصابة واختطاف وتعذيب واعتداء جسدي مع كل حدث تبزغ شمس الوطن ويتأكد أنه ليس عنصرا قابلا للتحلل والذوبان والاختفاء تراهن الإمامة على توزيع القوة اليمنية بين مكوناتها الصغيرة حتى تتمكن من التفرد بها الوحدة التل والأخرى وهذا ما لا يجب أن يحدث هكذا يبدأ عدنان العدين مقاله المنشور في صحيفة التعز المقاومة تدور المعركة في تعز لكنها فعل الشعب كله ومن الصعب تحويل الفعل العسكري المقاوم فيها إلى فعل تعزي خالص فالجغرافيا اليمنية التي تتعرض لتمزيق وإعادة توزيع بين عدة قوة تظهر وفي لحظة اعتقد البعض موتها لترد بطريقة مدهشة أزال باستطاعتها أن تعيد تجميع نفسها من الجهة الأربع وتنجز فعلا وطنيا يتجاوز الجغرافيا الصغيرة التي يجري فيها ويشير بوضوح إلى اليمن من فوق كل الأرض اليمنية تجمعت القوة المقاومة في مأربة وتعز وبيحان أسماء شهداء موزعون على كامل اليمن كنجوم مضيئة على سماء واحدة القائد عمر الصبيحي الذي سشهد منذ أيام ليس الأول ولن يكون الأخير فأبناء حضر موت يبذلون أنفسهم فوق جبال نهم وأبناء ريمة يفعلون الأمر نفسه في بيحان إنها لغة الجغرافيا المعززة بإرث تاريخي واحد وتطلعات مستقبلية مشتركة ورغم الجراحات وتعرضها للإضعاف إلا أنها ما تزال قادرة على إنجاز فعل يمني كبير بكبر النفوس التي تصنع إذن موقع الموقع بوست عنوان في صفحته الرئيسة ميليشيا الحوثي تختطف تسعة من أبناء محافظة إب من العاصمة صنعاء وقال الموقع اختطفت ميليشيا الحوثي وصالح تسعة مواطنين من أبناء مديرية القفر شمال محافظة إب من مقر إقامتهم في العاصمة صنعاء واقتادتهم إلى جهة غير معلومة وأكدت مصادر مقربة للموقع بوست أن الميليشيا اختطفت تسعة من أبناء مديرية القفر واقتادتهم إلى جهة غير معلومة دون إبداء الأسباب يتابع الموقع تأتي هذه الاختطفات ضمن سلسلة انتهاكات مارستها الميليشيا مؤخرا ضد أهالي القفر حيث اختطفت عددا من أبناء قبيلة السبل والمراد وجربان واقتحمت وح أحرقت منازلهم وما تزال تلاحق آخرين ميليشيا الحوثي حاولت في ذمار اختطاف عدد من الأهالي لكنها وفق موقع الصحوة نت فشلت وعنون الموقع الأهالي يفشرون اختطاف مواطنين من قبل الميليشيات بعنس وقال الموقع إن ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح أقدمت صباح الأربعاء على مداهمة قرية حصن قديد بمديرية ميفعة عنس بمحافظة ذمار لكنها فشلت بعد تصدي الأهالي لها وقالت مصادر الصحوة نت إن حملة مكونة من ثلاثة أطقم ومدرعة عسكرية داهمت القرية بحجة البحث عن مطلوبين لهم وحاولت اختطاف اثنين من أبناء القرية لكن الأهالي منعوهم من اختطافهم وفادت المصادر أن محاولات ميليشي الحوثي وصالح أدت إلى اندلاع اشتباكات في المنطقة نتج عنها جرح اثنين من عناصر الميليشيات موقع المشاهد عنوان في صفحته الرئيسية يمنيون يخشون على أبنائهم من الوقوع في شرك الإرهابيين ويقول أحد المواطنين للموقع إنه يشعر بالقلق من فكرة انحراف أي من أبنائه الثمانية مع تصاعد نبرة الخطاب الديني التحريضي في اليمن يغذيه استمرار الحرب في البلد العربي الفقير منذ نحو عامين يضيف لا أخف أنني قلق عليهم لا أخفي أنني قلق عليهم ولم أعد قادرا على مراقبة أطفالي الذين أصبحوا لا يتقبلون أي نصائح وأتمنى أن لا يختاروا الطريق السلبي ضحايا خرائط الحرب في اليمن تحت هذا العنوان كتب محمد شداد مقاله المنشور في موقع الموقع بوست وتطرق الكاتب لجانب المؤلم تخلفه الحرب تأتي الحرب على حياة الإنسان عيشه ومعاشه تقيد خياله الجامح وتكبل إبداعاته الفنية والأدبية العلمية والعملية تصنع من الإنسان كتلة بشرية هلامية التفكير مرتعشة السيقان مهززة الإيمان وتشنق في حبائلها كل من عرضها ووقف في طريقها ولا تستثني أحدا مسالما كان أو محاربا أو محايدا لأنها كما قال أحد خبرائها محصلة كبرى للدمع والدم والأشلاء تدعو الناس حيارا يجهلون قادم أيامهم وما تحمله في طياتها من أحزان وسفر إلى المجهول وموت زعاف وقبور موحشة تصنع سحائب الحزن في كل سهل وعلى كل تل وجبل ولو كتب عليها عبارة الشهادة واسم الشهيد أو الراحل أو الفقيد كلها دلالات لا نهاية لها وحشة الفراق البعيد الذي لا يملك خطوطا للعودة أو وسائل للاتصال والأمر من الحرب الحروب النفسية التي تسبقها وترافقها لأنه ليس لها حدود ولا تتقيد بزمان أو مكان ولأنها أعم وأشمل من الحروب المادية تكتيكية محدودة كانت أو موجهة واستراتيجية أو شاملة فتأتي بدورها على العقول وتستهدف تدمير العقول وتشويها المفاهيم وتقتحم القيمة لتثنيها وتفصلها وفقا لخططها وأهدافها بصرف النظر عن نوع السلاح المستخدم أو طرق تنفيذها على أرض المعارك الأمر الذي جعل المختصين في ميدان علمي النفس والاجتماع يختلفون بشأن معالجة آثارها وإنقاذ أصحابها مشكلة النازحين في عدن تكاد تنتهي ووفقا لموقع عدن تايم فإن محل الصيرة ينجح بإخلاء ثانوية لطفي جعفر أمان من النازحين وقال الموقع إن السلطة المحلية بمديرية الصيرة بمحافظة عدن تمكنت من إخلاء ثانوية لطفي جعفر أمان من النازحين الذين كانوا يقتلون فيها منذ نزوحهم من حرب أبيان عام 2011 وأكد مدير عام مديرية الصيرة خالد سيدو على أهمية إخلاء هذه المدرسة من النازحين للاستفادة منها في تعزيز العملية التربوية بالمديرية مشيرا إلى أن إخلاء الثانوية تم بشكل طوعي بعد اتفاق بين السلطة المحلية بالمديرية والنازحين وبإشراف مباشر من قيادة محافظة عدن وقال سيدو إن هذا العمل تأكيد على فرض هيبة وسلطة الدولة وتعزيز الأمن والاستقرار عبر مؤسساتها المحلية والأمنية الحكومية إلى موقع الوحدة وينيتو الذي تابع احتجاجات أكاديمي جامعة صنعاء وعنوان الموقع استمرار الإضراب الشامل بجامعة صنعاء ونقابة التدريس تلتقي قيادات الجامعة وقال الموقع من اليوم الخامس على التوالي تواصل الإضراب الشامل الذي ينفذه أساتذة جامعة صنعاء للمطالبة بصرف الرواتب المتأخرة وتؤكد الهيئة الإدارية على استمرارها في برنامج الإضراب الشامل في جامعة صنعاء خلال الأيام القادمة حتى تنفيذ كافة المطالب المرفوعة وعلى رأسها صرف كافة الرواتب المتأخرة منذ خمسة أشهر قبل قراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير ابقوا معنا صحيفة العربية الجديد عضونت في الشأن اليمني اليمنيون يسخرون بعض ظهور صالح في أحد مولات صنعاء تقول الصحيفة أثار ظهور المخلوع صالح في أحد مولات التسوق بالعاصمة صنعاء سخرية اليمنيين على مواقع التواصل الاجتماعي تضيف احتفت وسائل الإعلام الموالية لصالح بالزيارة القصيرة إلى المول واعتبرتها انتصارا كبيرا وخججت بعشرات التحليلات عن الزيارة وأهدافها الكاتب نبيل سبيع علق في صفحته بالفيسبوك أشهر زيارتين في التاريخ العربي الحديث زيارة أنور السادات لتل أبيب وزيارة صالح للمول اللي جنبذنا يعني بجوار سكنه وكتب مصطفى راجح عبور المول في العاشر من يناير يطوي صفحة عبور الجيش المصري خط بارليف في العاشر من رمضان سجل يا تاريخ صحيفة نيويورك تاينز قالت أن قاذفات صاروخية إيرانية الصنع وجدت في العراق كانت في طريقها للحوثيين وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن طهران كانت لها يد في عملية تهريب أسلحة إلى القرن الأفريقي وشبه الجزيرة العربية وقال ماثيو شرودر وهو المحلل الذي أجرى الدراسة على الأسلحة إن التحليل الذي أجريناه على خصائص هذه الأسلحة يكشف أنها تتطابق مع قاذفات قنابل صاروخية إيرانية الصنع وجدت في العراق في عام 2008 وعام 2015 وفي ساحل العاج في 2014 و2015 وكان تقرير غربي كشف في وقت سابق أن إيران مستمر في عمليات تهريب الأسلحة إلى المتمردين الحوثيين في اليمن وأن السفن الحربية الغربية تمكنت في أكثر من مرة من ضبط كميات كبيرة من الأسلحة على متن قوارب إيرانية أثناء مرورها ببحر العرب في طريقها إلى مناطق سيطرة الحوثيين على الساحل الغربي لليمن صحفة الخليج الإماراتية عنوانات عملية أمنية تنهي قطع مسلحين الطريق العام في الضالع تقول التفاصيل قتل مسلح وأصيب ثلاثة وقبض على خمسة آخرين من أفراد جماعة مسلحة خارجة عن النظام والقانون كما جرح حوالي خمسة من أفراد شرطة محافظة الضالع وأطلقت شرطة الضالع واللواء 33 مدرع تابع للجيش الوطني حملة أمنية لإزالة الحواجز الأمنية غير الرسمية والتي تفرض رسوما غير قانونية على سائقي المركبات والشاحنات والمرة في الطريق العام بالضالع مسألة اعتراف تحت هذا العنوان كتب السوري مروان قبلان مقاله المنشور في العرب الجديد من القضايا التي لا تأخذ حيزة من النقاش يتناسب مع أهميتها عند الحديث عن الثورات والتغيير في العالم العربي قضية الاعتراف أي الميل الطبيعي لدى الإنسان إلى الحصول على إقرار من الآخرين بأنه ند وأنه يستحق أن يعامل بكل احترام وتقدير إذن ميل في الغالب الأعم لدى محاولتنا لتفسير أسباب الانفجار الذي شهده العالم العربي في السنوات القليلة الماضية والمرشح للاستمرار على شكل موجات تنحسر لتعود وتشتد أخذا في الاعتبار السمرار الأسباب الموجبة لذلك إلى التأكيد على المطالب المتصلة بالحرية والكرامة وإعادة توزيع الثروة والسلطة بطريقة أكثر عدالة باعتبارها عوامل مفتاحية في فهم ثورات الشعوب العربية على أنظمتها التي أنكرت عليها هذه الحقوق لكننا نتجنب استخدام مسألة الحق في الاعتراف أو نغفل إثارتها على الرغم من أنها أعم وأشمل وهي تتضمن حكماً كل الحقوق والمطالب التي سبقت الإشارة إليها وعندما تبرز مسألة الاعتراف في أي نقاش تجدنا نربطها أوتماتيكياً بأنها حق أو مطلب خاص بكيانات ذات صفة اعتبارية مثل الدول والهيئات والتنظيمات السياسية فيما ننكر استخدامها بوصفها حقاً من حقوق الإنسان أيضاً من أخبار صحيفة الاتحاد المتعلقة باليمن عنوانات دعوة شركات النفط العالمية لاستئناف أنشطتها في اليمن وزير النفط والمعادن اليمني سيف الشريف أكد أن هناك تنسيقاً ومؤشرات إيجابية بناء على تواصل الحكومة مع شركات النفط العالمية لاستئناف أنشطتها واستثماراتها في اليمن وذلك بعد النجاح الملحوظ في تحقيق الأمن والاستقرار في المحافظات النفطية خاصة حضر موت ومأرب وشبوة وأشار وزير النفط خلال زيارته إلى شركة المسيلة لاستكشاف وإنتاج النفط بيترو مسيلة في حضر موت إلى الإمكانيات الكبيرة والواعدة والمتاحة للاستثمار في قطاعات النفط والغاز والمعادن في اليمن وفقاً لدراسات ونتائج علمية مؤكدة كشفت عن وجود احتياطي ومخزون كبير تمتلكه اليمن في هذه القطاعات صحيفة الحياة اللندنية قالت بأن البنك الدولي يتوقع انتعاش النمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأضافت تراجعت تقديرات معدل النمو في المنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 2.7% خلال عام 2016 وفق التقرير النصف السنوي للبنك الدولي ويعزى هذا التدني إلى تدابير ضبط أوضاع المالية العامة في بعض البلدان والمعوقات والقيود على إنتاج النفط في بلدان أخرى لكن البنك الدولي رجح انتعاش النمو في المنطقة إلى 3.1% هذه السنة وتسجيل البلدان المستوردة للنفط على الزيادات واعتبر أن فشل اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا والحرب المستمرة في اليمن والمعارك ضد تنظيم داعش في العراق والأزمة السياسية في ليبيا شكلت جزءا من حلقة متواصلة من الصراع في المنطقة الذي أدى إلى نزوح أعداد كبيرة من السكان وإزهاق الأرواح وتدمير مرافق البنية التحتية ومن الصفحة الأخيرة لصحيفة القدس العربي نقرأ أمر قضائي للأطباء في بنجلادش بالكتابة بخط مقرور وقالت صحيفة القدس من المعروف أن الأطباء في أنحاء العالم أجمع يكتبون بخط سيء جدا لكن القضاء في بنجلادش يسعى إلى التصدي لهذه المشكلة بعدما أصبحت وصفات الأطباء غير مقرؤة بتاتا بحيث تتسبب بتناول مرضى لأدوية غير مناسبة وقضت محكمة بنغالية بإلزام الأطباء في مختلف أنحاء البلاد بطباعة الوصفات الطبية إلكترونيا أو كتابتها بأحرف كبيرة منفصلة عن بعضها وقال المحامي الذي تقدم بهذه الدعوة لحماية المصلحة العامة إنه يتعذر على الكثير من المرضى وحتى الصيادلة أنفسهم قراءة ما يدونه الأطباء في وصفاتهم لذا في أحيان كثيرة يأخذون أدوية غير مناسبة ويكلفهم الأمر مالا ويعرضهم لمخاطر صحية هم في غناء عنها الاختلاف الفكري رقي أم انحدار بهذا تساءل الكاتب صالح جعري في مقاله المنشور في صحيفة الحياة والذي قال في جزء منه من الطبيعي وجود الاختلاف في الحياة البشرية ففيه استطاع الإنسان البحث والتقدم وتكوين علومه ومعارفه إلا أن ذلك الاختلاف يغدو في الكثير من الأحوال مصدر قلق بشري لا سيما إذا انتهى الأمر بالمتجادلين إلى العنف وسفك الدماء الناظر في حال الأمة هذه الأيام يتلمس اختلافا فكريا عظيما بين أفراد المجتمع ربما يقودون إن لم يكن قد فعل إلى أتون حرب فكرية عقائدية لا نهاية لها بينما يدفعنا ذلك إلى اختلاف سياسي يتحدث فيه أفراد المجتمع من دون فهم واضح لتعقيداته واستراتيجياته المطلوب من المجتمعات الإنسانية جميعا أن تتنبه إلى عظم الخطر الذي يشكله الاختلاف الفكري بينهم ولسيما المرتكز على الأيديولوجيتين الدينية والقومية وما ينبعث منهما من فروع مذهبية وعرقية وأن يتحمل العقلاء في هذه المجتمعات مسؤولية الإبقاء على مفاهيم التعايش السلمي بين الناس حاضرة في الأذهان والتصرفات وبيان خطأ الفكرة التي تدعو إلى تنميط المجتمع بلون ثقافي واحد يقمع الهويات والثقافات التي شاء خالق الإنسان أن تكون متمايزة أو مميزة وعليه فلابد من إقرار وحماية مبادئ حقوق الإنسان ذات العلاقة بحرية الكلمة وحق المواطنة وضرورة الإذعال إلى مفهوم تداول السلطات في تلك الشعوب المنطلقة بقوة نحو ديمقراطية دفعت ثمنها أرواح بريئة كشفت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا عن عدد من الصور كانت في أرشيفها صور توثق لحظات فاصلة في تاريخ البشرية نحو الصعود للأعلى الصور أعادت نشرها صحيفة الإمارات اليوم نتابع اشتركوا في القناة لهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا من كشك الصحافة لهذا اليوم نختم بمجموعة من رسوم الكريكاتير إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر